بسرعة كده نقول بعض الأخبار المهمة في مصر عشان ننتقل بعد كده للأخبار الخاصة بطبعا الشرق الأوسط والعالم في مصر رحلت الفنانة الجميلة أمال فريد يوم السلاساء عن عمر يناهز 80 عام أمال فريد اللي متابع الأفلام القديمة وأفلام عبدالحليم والأفلام الجميلة معروف عنها أن هي كانت الفنانة الرقيقة وكانت الحقيقة يعني حتى يعني عبدالحليم حافظ كان قدمت دور البطولة أمامه فيلم ليالي الحب وكان حتى من الحاجات اللي هو مشهورة أوي الأغنية اللي كانت كفاية نورك عليها وكانت دي من الأغاني اللي هو كان غناها في وجود تمثيلها الحقيقة هي على حسب وصيتها أن هي كانت طلبت من أنه يتم تشريع جثمانها بعيدة عن أعين وسائلها للإعلام وأنه ما يكونش فيه عزاء لها ويتم التبرع بتكاليف العزاء اللي كانت هتطعمل لها للجمعيات الخيرية وهو بالفعل ما حرزت على تنفيذه نقابة المهن التمثيلية احتراما لوصيتها الحياة وصية جميلة جدا ويعني فعلا عاشت بعد ما اعتزلت الفن في هدوء ورحلت أيضا في هدوء هي كانت بعد ما اعتزلت الفن في عمر في فترة مبكرة كانت اختفت عن الأنظار وبعد كده عرفنا أنها كانت تدهورت حالتها الصحية وراحت مستشفى المعلمين وبعد كده راحت أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة وبعد كده انتقلت لمستشفى شبرى العام عفوا حيث رحلت في هذه المستشفى عن عمر 80 عام عزقنا لكل الأسرة وكل محبي الفنانة أمال فريد حادث غريب حصل حقيقة وهو وفاة شاب بسبب الإهمال في شاطئ هايسندة باي بالساحل الشمالي اسمه أحمد وصفي عنده 28 ساعة توفى بسبب الإهمال في الشاطئ أمام أعيم أصدقاء تخيلوا أن هم كانوا شغالين شفاط المية اللي بتشفط المية من البحر للبحيرة عن طريق موسير كبيرة وتشفط الولد يعني مأساة إزاي يتم تشغيل الشفاطات دي في أثناء ما فيه مصيفين وما أثناء ما بيبقى فيه شباب بيعوموا يعني ما فوت الوقت ده مثلا يبقى بالليل لكن أن أنت بتشغل الشفاطات دي بالموسير الكبيرة دي أثناء العوم وأثناء النهار دي كارسة الحية طبعا يعني اللي حصل أنه هو دخلت رجله لحد وسطه جوه المصورة نزلوا الشباب حاولوا يشدوا فيه ما قدروش أن هم يطلعوا ولما شفة هصلوا الشفاط وطبعا ما فيه شباك في المنطقة دي تمنعهم من العوم ولا أي علامة تفيد أن المنطقة دي خطر وما ينفعش حد يعوم فيها طبعا الشباب خرجوه بعد كده كان النبض ضعيف جدا ما فيه شستوانة اكسوجين ما فيه شدكتور مسؤول عن الحالات دي العربية الإسعاف تأخرت ورغم كل محاولة الشباب اللي هم حواليه علشان ينقذوه ولكن للأسف توفى بسبب إهمال المسؤولين هلا هيتم محاسبة حد وعقابه على هذه الكارثة كارثة يا جماعة شفات مية بيشفط المية من البحر للبحيرة في شاطئ هيسند باي أمام أعين كده الناس وفقت وما فيهش أي حاجة خالص يعني بتقول إن المنطقة دي خطر أو إنه فيه شباك أو أي حاجة طب ما تحط الشبكة ما أنت المفروض تسحب المية فلما تحط الشبكة هتضمن حتى أنك تتسحب أي حاجة تاني مع المية فتوصل الموضوع إنه يتسحب شاب وتضيع حياته بهذا الشكل وبالإهمال ده طبعا كارثة الحقيقة 28 سنة بنعزي كل أسرته الحقيقة ونتمنى من كل قلوبنا إنه يتم حساب المسؤولين عن هذه المهزلة دي مهزلة الحقيقة فيه برضو كانت مقاطع فيديو انتشرت عن أطر بدتسرب منه كمية جاز غير طبيعية وبرضو كان مقطع الفيديو ده بيتكلموا عنه إنه ده قمة في الإهمال يعني برضو يمكن ما فيش تفاصيل كتيرة معنا ولكن معنا أعتقد الفيديو بأنه وإحنا كان فيه حادثة برضو أطر كان درب تروساكل كان محمل بأنابيب وتجاز ولكن بيقولوا إنه برضو كان وقف الطريق شوية ولكن تمام لكن هنا شايفين حضراتكم الجاز اللي بيتسرب من الأطر يعني إزاي طيب إزاي يحصل هذا الكم من تسرب الغاز والخطر على إنه يحصل حريق وإنه يعني طبعا واضح برضو مش باين مين اللي صور الدنيا دي ولكن إزاي طيب يا جماعة يحصل حاجة زي كده إنه يبقى فيه الجاز بينزل من الأطر بيتدفع من الأطر بهذه الكمية الكبيرة الله أعلم أعتقد أنه يعني إحنا النهاردة رصدنا لحضراتكم الواقعة بالفيديو اللي انتشر على المقع التواصل الاجتماعي ولو فيه تفاصيل أخرى هنقولها لحضراتكم إن شاء الله يوم الجامعة برضو كان فيه شوية أمور كده ممكن نعدي عليها كده بسرعة الرئيس السيسي كان استقبل صباح أمس السيد الفريق محمد زاكي وزير الدفاع الجديد والقائد العام للقوات المسلحة وكان برضو فيه اجتماعات للرئيس أمس أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيضا الحكومة الجديدة والدكتور هشام عرفات وزير النقل والاجتماع طبعا بيتناول المشروعات الموقف التنفيذ المشروع القومي للطرق وجهود تطوير الطرق والشبكة الطرق والكباري فيه برضو كانت هيئة المترو كانت كشفت حقيقة اغلاق محطة المرج محطة المرج هتتقفل عشان فيه أعمال تطوير والمحطة اللي هي محطة المرج في خط المرج حلوان هتغلق بداية من السلساء 3 يوليو ولمدة 5 أشهر والمحطة هتكون علوية بدلا من محطة سطحية وهيتم تزويدها بسلالم متحركة ومصاعد وده كان على حسب تصريح من أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لمترو الأنفال هتتقفل يا جماعة من يوم 3 يوليو والمدة 5 أشهر أول اجتماع برضو للحكومة معروف ان اجتماع الحكومة بيكون يوم الأربع فالنهار ده كان أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه رئيس الوزراء الشكر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق وعضاء الحكومة السابقة على جهدهم خلال فترة توليهم وتابع الاجتماع توفر السلع والأوضاع الاجتماعية الحكومة وفقت على خمس قرارات لرئيس الجمهورية لها علاقة بأنه فيه قرار بشأن اتفاق كارد برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس البترول بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار كان فيه برضو مشروع تاني بالنسبة لخطاب متبادل بين الحكومة المصرية والوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية بشأن تقديم منحة 150 ألف يورو لتمويل دعم المرحلة الثالثة من مركز القومي للدراسات وكمان كان فيه مشروع أيضا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بشأن جامعة خاصة باسم جامعة النيل فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكمان كان قرار وفق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض بمدينة مطروح لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وكان فيه برضو كمان تعديل بعض أحكام اللقاحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات كان فيه برضو ثلاث قرارات همة من الحكومة بشأن زيادة الأجر المكمل للموظفين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموظفين بوزارة القوى العاملة وموزارة الاستثمار وينشر في الجريدة الرسمية على أساس أنه تم الموافقة على زيادة الأجور وزير المالية بيقول لا صحة لفرض درائب على عربيات الفول أو الآيفون أو تخفيض أجور المديرين بالجهاز الإداري للدولة وطالب وزير المالية وسائل الإعلام بتفعيل ميساق الشرف الإعلامي وتوخي الحذر في تناول أية أخبار مجهلة المصدر كمان في بشرة صارة من البترول للمواطنين حيث أعلن المهندس طارق الملة وزير البترول أنه هيكون فيه تقصيد لقيمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على فتورة الاستهلاك على أقصات لمدة ست سنوات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيصير على المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية القرار ده بيشمل 648 ألف عميل بعدد من المناطق المحرومة بحافظة مصر يعني اللي هيبتدوا يعملوا له توصيلات الغاز الجديدة مش هياخدوا القيمة كلها مرة واحدة هيقصتوها على ست سنوات هيستفيد بالقرار ده 684 ألف عميل كمان وزير البترول بيقول بنهدف لإلغاء الدعم تماما على المحروقات وبيعها بسعرها الحقيقي ما قالش إمتى بالضبط ولكن خلاص يعني زي ما أنتم عارفين دي السياسة اللي كانت متابعة عشان يتم بعد رفع طبعا الرفع المستمر للمحروقات أنه المفترض أنه هيكون كل أسعار البنزين بالسعر الحقيقي من غير أي دعم تماما من الدولة وكمان صرح وزير البترول أن فيه بنزين جديد 87 وأنه طرحه مازال تحت الدراسة ومش محددين سعره دلوقتي ولكن بيقولوا أن استحداث بنزين 87 عشان تحسين كفاءة استخدام هذا النوع من الوقود وخاصة أنه بنزين 80 بيتسبب في انبعاثات كبرى من ثاني أكسيد الكربون بالإضافة أنه بيجعل المحركات تعمل بكفاءة ضعيفة أنا عارفة في الوقت المتحدة الأمريكية أعتقد إحنا ما عندناش بنزين 80 خالص بيبتدي بتهالي من 87 فدي برضو حاجة كويسة أن يكون بس برضو يكون سعره معقول يعني وزير الصحة والتعليم العالي بيصدروا قرارات هامة وده بتكلفات رئاسية الدكتورة هالة زايد والدكتور خالد عبدالغفار دكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أعلنوا ربط المستشفات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة عفوا من أسرة رعاية مركزة وحضنات وغيرها بمستشفات وزارة الصحة عبر الخط الساخن بالإضافة للتنسيق الكامل بين الوزارتين في جميع المجالات لإنهاء قوام الانتظار دي برضو حاجة قائزة جدا أنه تكون في شبكة بتتكلم عن الرعاية المركزة والحضنات وشبكة كده تكون الشبكة دي بحيث أنه لو في حالة معينة وما فيش أماكن يبتدوا ينقلوها للأماكن التانية المتاحة فدي برضو حاجة ممتازة الحقيقة نتمنى أنها يتم تنفذها بدقة إن شاء الله كمان صحة الشرقية أغلاقت 26 عيادة طبية خاصة ودي في إطار الحملة وكان فيه قرارات الإغلاق لـ 26 عيادة طبية خاصة 7 عيادات ومراكز أسنان 21 معمل وعدد 4 مراكز خاص للعلاج الطبيعي وتم سحب رخصة منشأة طبية العدم اتباعها لمجال الطبي المرخص دي كلها بتبقى برضو في إطار الترخيص الأمن العام ضبط 9000 قضية سرق الطيار كهربائي خلال 24 ساعة طبعا يعني برضو كويس أنه تحرك علشان خاطر أنه ما تبقاش يعني حكاية السرقة دي وأنها بتتحمل على أماكن تانية نيجي بالنسبة برضو فصل مسؤول بمسبيره أهان رئيس الجمهورية على الفيسبوك المحكمة التقدبية النهاردة عقبة علي حسنين أبو هميلة مدير التسجيلات الخارجية بقناة النيل الدراما بالتحاد اللي زعوا تلفزيون بالفصل من وظيفته لاتهام وبالخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة بكتابة عبارات حملت إهانة الرئيس الجمهورية على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك إنيابة تلقية بلاغ من رئيس مجلس أمانية التحاد اللي زعوا تلفزيون اتهم فيها أبو هميلة بنشر عبارات غير لائقة في حق القيادة السياسية ارتباطا بقضية تيران وسنفير تيران وسنفير لسه حد افتكارها وبيكتب عنها؟ مهم أنه هو زملاء أبو هميلة طابعوا السور والتعليقات اللي نشرها على صفحته وأرسلوها الرئيس قطاع القناوات المتخصصة لأحلها رئيس قطاع الأمن اللي هو محمد عبد الجوات فأحلها بدوره إلى رئيس الاتحاد الذي أحلها أيضا إلى النيابة الإدارية في مبنى مسبيره والنيابة وجهد له اتهامات الحقيقة بأنه هذا الأمر لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ومخالفة القواعد والتعليمات وأحكام القانون والخروج على مقتدى الواجب وبناء عليه تم فصله ما عرفش إيه اللي خلاه طيب يفتكر ولا دي حاجات قديمة وهم يعني كانوا مشايلينهالوا يعني ما علينا مهم إنه بسبب ترنو سنفير هلا نشوف حد تاني طيب هيبتدي تحويل ولأن في وقت ترنو سنفير كان فيه ناس كتير قوي بتعلق يعني وبرضو هنيجي في حرية الرأي والتعبير ولا إنه مش عارف